الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا ومحمد وعلى لي وأصحابي أشهد أن لا إله من الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسولهما بعد فإن نصدق الحديث كتاب الله خير ذهدي نبينا ومحمد صلى الله عليه وسلم شر المور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إن شاء الله نكمل سلسلة تفسير كلام الله سبحانه وتعالى كنا قد توقفنا سنتين أو إلى السنوات وانتهينا من صورة الرعد فضل الله سبحانه وتعالى والآن إن شاء الله نكمل سورة إبراهيم سورة إبراهيم هذا الاسم على نبي الله إبراهيم أبو الأنبياء إبراهيم عليه الصلاة والسلام أول من يكسى لأن الناس يحشرون حفاتا عراتا غرلا يعني غير مختونين بهمة ليس معهم شيء في الدنيا عندك الأموال والزوجة والأولاد والقبيلة لكن يوم القيامة الكل يأتي فردة حتى ما في ملابس فأول من يكسى إبراهيم عليه الصلاة والسلام إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما سئل الرسول عليه الصلاة والسلام من خير البرية قال ذاك إبراهيم مباشرة من خير البرية قال ذاك إبراهيم أو واحد يعني قال للنبي عليه الصلاة والسلام يا خير البرية يعني يا أفضل خلق وليس فقط البشر فقال ذاك إبراهيم إبراهيم عليه الصلاة والسلام هو خليل الرحمن وكذلك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو كذلك خليل الرحمن نبينا محمد عليه الصلاة والسلام إبراهيم الخليل رآه الرسول صلى الله عليه وسلم في ليلة الإسراء والمعراج في السماء السابعة مسندا ظهره إلى البيت المعمور عليه الصلاة والسلام إبراهيم وأبو الأنبياء يعني كل الأنبياء الذين جاءوا بعده منه عليه الصلاة والسلام فهو أب لإسحاق وإسماعيل وإسحاق أب ليعقوب ويعقوب هو إسرائيل فأنبياء بني إسرائيل من يعقوب فعلمهم يصلون إلى إبراهيم فكل الأنبياء جاءوا من إبراهيم الذين هم بعده لذلك يسمى أبو الأنبياء إبراهيم عليه الصلاة والسلام إبراهيم هذا أفضل الناس بعد النبي محمد عليه الصلاة والسلام إبراهيم عليه الصلاة والسلام الذي أمرنا باتباع ملته وهديه وطريقته قد كان لكم أصوة في إبراهيم والذين معه طيب فنحن مأمورون بالاقتداء بإبراهيم طبعا إلا بشيء واحد يستثنى شيء واحد فقط وهو استغفار إبراهيم لأبيه هذا الذي لا نتبع فيه إبراهيم عليه الصلاة والسلام أن الإنسان يستغفر لمشرك لأن أباه كان مشركا ومات مشركا كافرا فيأتي يوم القيامة كما جاء الحديث البخاري طيب يا رب هذا يعني هذا أنت وعدني أن ما تخزيني وأي يخز من أبي الأبعد أن أبي يدخل في النار يلقى كما قال النبي عليه الصلاة والسلام يلقى إبراهيم أباه آزر فآزر هو أب إبراهيم أبوه أبوه مو عمّة بعضهم يقول عمّة هذا خطأ آزر أب إبراهيم لأن الله سبحانه وتعالى يقول وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر فيلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة فيقول يا رب يعني يخز مثل أبي الأبعد يبعد هذا عن الجنة ويدخل في النار طيب فالمهم يقال له أنظر إليه فإذا هو بذيخ ملتطخ أو متلطخ يعني رب العالمين حوله إلى حيوان طيب الشي اسمه الذيخ اللي هو اللي يأكل الحيوانات وهي حية الضبع أنا بالي للإنجليز وناس العربي الذيخ هو الضبع المتلطخ يعني عليه تكرمون الوسخ والقذارة والنجاسة ثم يلقى في النار اللي هو أبي إبراهيم إبراهيم عليه الصلاة والسلام فإذا هذه الصورة سمى صورة إبراهيم ذكر فيها إبراهيم هذه الصورة مكية هذه الصورة مكية يعني نزلت قبل الهجرة وابتدأت بالأحرف المقطعة ألف لام را وهذه الأحرف جاءت في صورة ألف لام را يونس والتي بعدها ألف لام را هود والتي بعدها ألف لام را يوسف والتي بعدها لا لبعدها الرعد ألف لام ميم را طيب ولبعد الرعد إبراهيم وبعدها الحجر فجاءت في خمس صور جاءت في خمس صور ألف لام را طيب وهذه ذكرناها في صورة البقرة وصورة تالي عمران أن في خلاف عند العلماء شل مقصود بألف لام راء ألف لام مين قاف نون طاها شل مقصود بهذه الأحرف في كلام العلماء طيب لرجح الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى أن هذه الأحرف ليس لها معنى ولكن لها مغزى شل معنات ليس لها معنى يعني بذاتها ما لها معنى ألف شل معنات ألف ما لها معنى لام راء قاف ما لها معنى لكن لها مغزى شل نون يقصد لها مغزى رحمه الله يعني المقصود من ابتداء هذه الصور بهذه الأحرف المقطعة تحدي العرب بل غير العرب تحدي الإنس بل تحدي الإنس والجن أن هذا القرآن المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم من نفس الأحرف التي تتكلمون بها في اللغة العربية كم حرف عندنا 28 حرف طيب فهذه 28 حرف هذه أحرف اللغة العربية وهذه الأحرف التي تتكون من القرآن كلام الله سبحانه وتعالى يعني الله ما نزل القرآن بيحرف غير 28 حرف لا نفسه فرب العالمين يتحدى الناس يتحدى العرب وغير العرب هم اتهموا قالوا أن هذا القرآن سحر كهانة شعر اب محمد هذا مجنون اتهموا باتهامات باطلة ما عندهم علي دليل لكن هذا شنو هذا ديدا العاجز الإنساني ما عنده حجة ما عنده بيانش يتهمك أنت شذاب أنت مرتشي أنت زور أنت ما أدري كذا ويتهمك أسهل له ما يقدر يواجه الحجة بالحجة ما عنده حجة طيب فقال هذه الأحرف لها ليس لها معنى ولكن لها مغزة فالمقصود منها تحدي العرب ترى أنا جبت لكم قرآن بنفس الأحرف اللي أنتوا تستخدمونها إذن من قال أن ألف لام راء أن الله الله العظيم يرى أو الله كذا يرى ألف لام ميم الله يعلم زين هذا ما على دليل ما على دليل يعني ألفون ألف لام ميم الله يعلم ألف لام راء الله يرى ألف لام كذا ويألفون هذا ما على دليل ما يجوز أن الواحد يعني يدعي بهذه الكلمات بغير دليل وغير مستند طيب فإذا كان في دليل نعم علينا بالدليل لكن ما كان في دليل بس توقف ما تخوض في كلام الله سبحانه وتعالى وهذه الأحرف إذا جمعتها كم عددها لحظة مقطعة في بداية الصور نصف عدد الأحرف العربية العدد الأحرف العربية كم 28 فذولي 14 نص حكيم قاطع له سر إذا تبي تحفظهم طيب نص حكيم قاطع له سر هذه إذا حفظت الجملة هذه هذه تجمع لك كل الأحرف المقطعة اللي في بدايات بعض الصور ومما يعني استدل به العلماء الذين قالوا إن هذه الأحرف مقصود بها الإعجاز أو التحدي أن عادة الأحرف المقطعة إذا جاءت في بداية الصور مباشرة يأتي بعدها ذكر للقرآن ألف لا ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه ألف لا ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب من حق الآية ألف لا مرأة تلك آيات الكتاب المبين فلما تشوف الأحرف المقطعة بعدها يأتي ذكر للقرآن فهذا يقوي القول بأن هذه الأحرف لتحدي العرب إذن في سورة إبراهيم جاءت هذه الثلاثة الأحرف مقطعة ألف لام راء وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف مثلما تقرأ هذه الأحرف بكل حرف حسنة والحسن تضاعف إلى عشر حسنات تقرأ ألف لام ميم أو ألف لام راء هاي ثلاثين حسنة تبع لك ما كملت السطر ثلاثين حسنة جمعوا الحسنات في اتلاوة كلام الله سبحانه وتعالى يقول الله سبحانه وتعالى ألف لام راء كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلومات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد بداية قوية كلام الله سبحانه وتعالى جد ليس بالهزل ألف لام راء كتاب القرآن العظيم أنزلناه وهذا يدل على علو الله يدل على علو الله بأن الله سبحانه وتعالى فوق مخلوقاته على العرش استوى ولا شيء فوق الله سبحانه وتعالى هو العلي الأعلى المتعال سبحانه وتعالى فالله سبحانه وتعالى متصف بعلو القهر وعلو القدر وعلو الذات سبحانه وتعالى كتاب أنزلناه إليك ليش؟ لتخرج الناس من الظلومات إلى النور إذن أنزل الله سبحانه وتعالى هذا القرآن هذا الكتاب أنزله في ليلة القدر إنا أنزلناه في ليلة القدر من علم أن قال أن المقصود أن الله سبحانه وتعالى أنزل القرآن كاملا إلى السماء الدنيا في ليلة القدر في ليلة مباركة ثم نزل على النبي عليه الصلاة والسلام منجما في 23 سنة كتاب أنزلناه إليك وليس إلى علي وليس إلى أبي بكر وإلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو يوصل إلى الناس هو ينقله للناس يتلوه على الناس وقرآن انفرقناه لتقرأه على الناس على مكر ونزلناه تنزيله طيب لتخرج الناس من الظلومات إلى النور هداية ونلاحظ أن في أكثر من آية أن يكون الظلمة الجمع الظلمات والنور مفرد الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور الظلمات ظلمة الشرك وظلمة الأخلاق الدنيئة ظلمة الجهل والجاهلية وظلمة اليهودية وظلمة النصرانية وظلمة البوذية فشون تشوفون الظلمات يعني أو الطريق غير الطريق غير الصراط المستقيم متعددة هذه الطرق الضيعك إلى النور فأنا لما أقول لك هذا الطريق المستقيم واحد بس هذا راح أريحك ولا راح أخربطك ووهقك لا رايحك أنا هذا بس وانا روح روحني سهل ولا صعب لكن الظلمات عندك هنا واثني وهني يهودية ونصانية والضيع ما تدري ش تسوي فهل من رحمة الله بنا أن جعل الحق واحدا طيب لتخرج الناس من الظلمات فبعث الله سبحانه وتعالى محمدا وأخرج الله به الناس من الظلمات كان الواحد تأتيه البنت نعمة من الله فيأد ابنته يقتلها وهي حية يدفنها وهي حية ليش ما صوت شيء وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت يموت الرجل فتورث زوجته زوجة تصير ملك لأهل الزوج شلون لا أنت مالك شي كيفنا أخوه يمكن تزوجها أخ عمه احنا نتحكم فيه جاهلية فجاء الإسلام لا إذا مات الزوج هذه المرأة عليها الإحداد أدت الوفاة أربعة أشهر وعشرة وتلث إم الربع أو ثمن طيب ويعني تكون معززة وكرمة في الإسلام فأخرجهم الله من الظلمات إلى النور لتخرج الناس من الظلمات إلى النور شلون بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد يعني هذا الأمر يكون بإذن الله هذا ليش ما صار مسلم صال لي 25 سنة أعطي كتيبات وناقشة ما صار مسلم ليش هداية بيد الله إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء شوفوا الرسول عليه الصلاة والسلام أعظم البشر طيب كم سنة يدعو عمه إلى الإسلام أم أسلم مات على الشرف وعلى الكفر سبحان الله مع أن هذا رسول الله ليش لأن الله سبحانه وتعالى يقول بإذن ربهم مو بكيفي ولا بكيفك بعد المرات واحد يقول لك شوه هذا أبوه إمام مسجد وأمه داعية وهذا ما ولا مرة شفناه المسجد ولدهم وبنتهم يشوفوا هو متبرجة ولا بنتهم ما تصلي ما يشترط أن الواحد لما يكون متدين وملتزم بدين الله سبحانه وتعالى لأن عياله كلهم يكونوا على الصلاة المستقيم نوح عليه الصلاة والسلام ولده أو أحد أبناء مات كافرا أغرقه الله مع الكافرين إبراه أبوه كافر طيب لوت زوجته كافرة في آسيا زوجها كافر في عون رأس الطغاة فما يشترط ليش؟ لأن الهداية بيد الله وحده لما هزم المسلمون في غزوة وحد شلي صار الرسول عليه الصلاة والسلام صار يمسح الدم عن وجهه كاد أن يقتل كاد أن يقتل ضربوه الكفار طيب فصار يمسح الدم عن وجهه وقال كيف يفلح قوم شجوا نبيهم وهو يدعوهم إلى الله صار يدعو في الصلاة يربع عيدة في الصلاة قنوة النواذ يسمونه اللهم العن فلانا اللهم العن فلانا اللهم العن فلانا فأنزل الله سبحانه وتعالى ليس لك من الأمر شيء يا محمد ليس إليك أنهم يسلمون ما يسلمون أو يتوب عليهم وتاب الله عليهم وأسلموا الذين لعنهم النبي عليه الصلاة والسلام أسلموا لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد إلى صراط الله سبحانه وتعالى اللي هو العزيز صاحب العزة العزيز الذي لا يغلب لا غالب له ما حد يغلب الله سبحانه وتعالى أمريكا ممكن أحد يغلبها أي روسيا أي درع الجزيرة أي الروم فارز الكل من البشر ممكن يغلب يهزم يفنى عاد ألم ترى كيف على ربك بيعاد إمم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد طوال وين ليس ما طولهم يعني غز طوال وايد زين دمرهم الله سبحانه وتعالى هذه الأمم وين راحت هل ترى لهم باقية ما ترى ما في تاريخ صاروا طيب أما الله وهو العزيز لا غالب له والحميد الذي يحمد سبحانه وتعالى الحميد صاحب صاحب المحامد يحمد ويحب الحمد وهو أحق بالحمد سبحانه وتعالى ربنا يحب الحمد طيب ويستحق الحمد على صفاته وأسمائه وأفعاله سبحانه وتعالى طيب توقف عند هالحد الآية الأولى بس آية وحدة زين شون خلص الصورة ها تسخيل خلاص باتر ساعة أول إلا أزاكم الله خير وصلى الله وسلم محمد وصلى الله وسلم